ربما تتصدموا أنه إيران عندها فايدة أيضا من مواصلة الحرب لأنها إيران ما تحبش توفى الحرب دون أن تكون الميليشيات متاعها أخذت مكانها عند العالم العربي والإسلامي لأنه الركيزة متاعها كان حزب الله في لبنان وحسن نصر الله الآن الناس ولد تسخر من نصر الله أو الحزب متاعه فالآن هي طلعت الميليشيات اللي في العراق وطلعت الميليشيات اللي في اليمن فإيران لو يزيد شوية به لأنه يولي لما توقف الحرب إذا وقفت الحرب وإسرائيل لم تحقق أهدافها فتولي المقاومة الفلسطينية انتصرت وقت المقاومة الفلسطينية انتصرت لازم الميليشيات الإيرانية تكون جزء من هذا النصر وبعدين كتدخل في مفاوضات إيران تدخل في مفاوضات مع الغرب فيما يخص برنامجها النووي وفيما يخص دورها الجيوستراتيجي وقتها تدخل من باب قوة